أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقرب على قبله وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوف رحيم قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسل الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلنون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن نتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبطوا الخيرات أينما تكونوا يأتلكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسل الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسل الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واغشوني ولأثن نعمتي عليكم ولعلكم تهددون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشفروني ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بيها ومن تضوى خيرا فإن الله شاكل عليم إن الذين يتمون ما أنزلنا من البينات والغذى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تاموا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم غفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم ملاه واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واللهار والفرش التي دجني في المحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض مآيات لقوم يعقمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا ناكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس ظنوا منا في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والخحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل لاتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقنون شيئا ولا يهددون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءه ونداءه سنبكم العمي فهم لا يقنون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرب عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الطر غير باط ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشعرون به ثمنا قليلا أولئك ما يكونون في بطورهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيانة ولا يزكيهم ولهم عذاب النذين أولئك الذين اشتروا الضمانة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصفرهم من النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اخذنفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس المر أن تولوا وجوهكم خبل المشرق والمغرب ولكن المر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المان على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السمين والسائرين وفي الرقام وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والنوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القصنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخطيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حيات رياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدهم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين من المعروف حقا على المتقين فمن بدنه بعدما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدنونه إن الله سميع عظيم فمن خاف من موص شنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كذب عليكم الصيام كما كذب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن فطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهما والفرقان فمن شهد منكم الشر فليص ومن كان مريضا أو على زفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العصر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم نشرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن رباس لكم وأنتم رباس لهم علم الله أنكم كنتم دخلانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابدغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتمين لكم الخيط الأبيط من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريطا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفرحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفورا رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فسنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا لؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع من العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاطر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فصوق ولا جدان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبدأوا فطلا من ربكم وإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسموا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسمع ليه ومن تأخر فلا إسمع ليه واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسمع ليه ومن تأخر فلا إسمع ليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم منه تغشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو آلد الخصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذ سلع الزب بالإثم فحسوا جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بدغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخوا في السلم كافة ولا تتبع خضوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ألينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلن من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل لعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد الرقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصفرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحرم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءت سمو البينات بغيا بينهم فأدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثال الذين خلوا من قبلكم فستموا البساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السميل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفسنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعه ومن يرتد منكم عن دينه فيمس وهو كافر فأولئك حمقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناثر الناس وإثمهما أكبر من الصهيب ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخانطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنفكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا والأبت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل وأذا فاعدزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لساؤكم حرث لكم فاتوا حرفكم أن ناشيتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم نلاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله أرضة لأيمانكم أن تمروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسب سقلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشعر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن نزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهم وإن ثلاثة قموا ولا يحل لهن أن يكذن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن داخلوا مما آتي ذموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خلق أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعددوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلب حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا جناح عليكم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن طرارا لتعددوه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنسن عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء نريم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف ذلك يوعد بي من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكاركم أطهر والله يعلم أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يثم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسودهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مستعها لا تطار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أرتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله مما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسن أربعة أشر وعشرا فإذا بلون أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم جدذكرونهن ولكن لا تواعظوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا أقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حميم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرقتم لهن فريضة فلص ما فرقتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده قدت النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المستوى وقوموا لله قارتين فإن خفتم فرجالا أو نكبالا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلموا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصينية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تاقنون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم غروف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشعرون وقاتلوا في سبيل لا يعلموا أن الله سبيل عظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويمسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم من راغمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يتسعتا من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يتي ملكه من يشاء والله واسع العليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابود فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما خصر طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه والذين آمنوا معه قالوا لا قا ختلنا اليوم بجانوت وجنود قال الذين يظنون أنهم نلاقوا الله كم من فئة قليلة غلب سفئة كثيرة بإذن الله واللهما الصابرين ولما برزوا لجانوت وجوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتمس أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين فأزنوهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفء الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله الفضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله